ايه زيكم معاكم الشي بطوطة النهاردة بقى هنعمل الارنبيت بطريقة تجنن طحفة انا متأكدة ان اللي مش بيحب الارنبيت هيعشقه الارنبيت بتاعنا ده احلم اللحمة واحلم الفراخ خطير بصوا اكنكم بتاكلوا بفتيك بالزبط خرافي ان شاء الله يعجبكم جدا ما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم اشعار بكل جديد شاركوا الفيديو مع اصحابكم علشان الكل يستفيد خطير حتى الولاد كمان هيحبو جدا بصراحة انا مش قادرة بطل اكل فيه من حلوته اول حاجة عندنا ميا مغلية هنحط فيها ملح هنحط فيها كمون وهننزل بقى بالارنبيت طبعا بعد ما بنضافه من اي طينة او اي حاجة عليه هننزل به بالارنبيت ونسيبه لحد ما يستوي معانا تماما بس ما يبقاش مهري بس يبقى طاري ومستوي دلوقتي بقى هنحضر الخلطة اللي هنحط فيها الارنبيت بتاعنا عبارة عن تلب بضاط طبعا كمية البيض على قد حجم الارنبيت انا عندي ارنبيتة وسط فحطي التلب بضاط بسي هنحط بقى كوباية لبن لبن ساقع عادي هنحط بقى عندنا دقيق هنحط بس بالتدريج لحد ما القوام يتقل معايا ويبقى حلو ونقلب كويس هننزل بقى بنشا بعد ما خلصت بقى كل كمية الزقيق والنشا واللبن معايا والقوام بقى ناعم هنزل بقى بشوية زيت يعني تلات معلق كوبار زيت كده وعندنا بقى مشكلة من البهارات توم بودر كسبارة ناشفة كمون فلفل اسود وبابريكا واللي حابب يحط شطة هيتبقى تحفة خلاص كده الخليط عندنا بقى جاهز هنركنه بقى على جنب وهنبتدي نقطع الارنبيت بتاعنا هنقطعه لمكعبات زغنانة كده اظهر حاجم ممكن توصلوله في التقطيع هنقطعه به هنبتدي بقى نحط الارنبيت بتاعنا الاول طبعا بنحط ملح ومش بنكتر قوي لحدا ما نقل عينة صغيرة ونزبط الملح عليها عشان ما يبقاش حدق زيادة هنبتدي بقى نحط الارنبيت بتاعنا في الخليط ونقلب كله كويس مع بعض عندنا بقى بقى دونس متقطع زغير كده هنبتدي نحطه واحدة واحدة مع الارنبيت كده لحدا ما نشوف الكمية متناسبة مع بعضها عندنا بقى زيت غزير في طاصة مسطحة هنبتدي بقى الزيت لما يبقى سخن عندنا بقى معلقة كبيرة كده هنبلها بالزيت وهنبتدي بقى ناخد من الارنبيت بتاعنا ونفرده بالشكل ده في الزيت زي الاسكالوب بانيك كده بالزبط اهم حاجة في كل مرة ان انا اخلي المعلقة بتاعتي تبقى متعصى زيت اول ما حس ان هو ابتدى ياخد معايا لون من تحت خدق بابتدي قلبه على الناحية التانية هنرفعه بقى من الزيت بتاعنا ما ارمش وتحفى لونه دهب جدا وجميل ان شاء الله تجربوه ان شاء الله يعجبكم وما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة ونتقابل في وصفة جديدة مع عشيف بطوطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة